بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأخوات كديرين لبس عليكم بخير نتمنى إن شاء الله للفيديو يقعكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال واللي أول مرة كيجوف القناة ديالي كأنقول ليه مرحبا بيك واشترك معايا وفعل زيل جرس باش يوصلك إن شاء الله كل ما هو جديد اليوم في هذا الفيديو درت معاكم طريقة باش خدمت هاد رشيمة هادي هاكي كتشوفوا درتها في الطق ديال جلابة بالنسبة لي كيبغي جلابة ميتكوش فيها اسفيفة ولا العقاد من الوسط يعني هاد رشيمة هادي را كتجي زوية نبزة في الوسط ديال جلابة كيف ممكن نخدموها في الجناب ديال الجلابة كيكتشوفوا في الموديلات موديلات ولولو مؤخرا كينا شوفوهم فيهم الطرز فيهم من الجناب بأين تمنى من فوق الفتحة فيهم الطرز في الجناب هاد رشيما هادي centreجي كتجي فجناب ديال جلابة كتجي زوية انه بالساف ممكن تدار في الكتاف دي الجلبة المخزانية كتجي تهيى فيها زوينة كي كتشوفو خدمتها في الدول المرمى بالنسبة للأخوات اللي كي سولوني على الرشمة غادي نحطها لكم إن شاء الله نطلقاوها في المونتدة المونتدة كنحط فيها دائما كنحط فيها الرشامات فين مادرة شيرشمة او لا تلبوني عليها الأخوات كنحطها لهم في المونتدة هنا طريقة باج خدمتها درشيما عادي تدوال المرمى اللي كيتا نقول لكم دائما تدوال المرمى كي يبغي الصبر ومتعص بيش مع الخدمة ديالو إلا كنت تخدمي تدوال المرمى حاولي تخدمي والنفس تكون مرخوفة فيك والمرمى ما تكونش موركة عليها ما تكونش ضغط عليها بيدك يعني كفي أصباعك وماليت يكونوا متحكمي فيها حيث تدوال المرمى يعني إحنا كنكونو خدامين والمرمى كدور إلا كنت موركة على المرمى بيدك كاملة من طبيعة الحال غادي نكون متقلة عليها ما غاديش دور ليها كي بغيت بعكس إلا كنت متحكمة فيها بصباعي يعني كندورها بوحدة سهولة وفي الوقت اللي متحكمة فيها باش ما كتبقاش كتلعب ليها هكا وهاكا وكي يجيني الطرز مزيان هنا هاد الخنجرات منك نكون كنخدموهم دائما كنخدموهم على جوش المرات كنخدم المرة اللولى كنمشي فيها مع الرشمى والمرة التانية كنتقل فيها كنمشي بشوية باش كتجيني الرشمى كتكون عامرة وحتى الفراغات ما كيبقاش كيبنوري الفراغات ديالتوب يعني هادي الطريقين تمنى انكم تكونوا دائما كتبقوها يعني بالنسبة للخنجرات ولا الوريقات ولا نعطيهم مقتوم اي حاجة نعطيها وقتها الوريقات ما كتشفوني كندور المرمى ولكن كندورها بشوية ما كنوركش مزين كنتقل الخدمة باش مما تقلت الخدمة باش مما كتجيني سواء الوريقات او الوريضات او الاخنجرات او الموهم داكش باش كنكون خدامة كيجيني 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 من فوق كيجيني باين بعكس الا مشيت زربانة ولا مشيت هي مرة واحدة يعني راه كدك الفراغات كيبقى وكيبانو الترزمكي باش مما تقون كيجي صامت بالساف كيجي شكل ديالو ما زوينش هاكا هو كياخد شوية الوقت ولكن اللهم نديرو حاجة مزيانة وتقول مما تقونة خدمنا خدمنا اللهم تكون حاجة تكون مزيانة بالنسبة لهذه الخنجرات هادو ممكن ترجعو الفيديوات السابقة راي فيهم طريقة باش كان خدمون بانتسبة لاخوات المبتدئات اللي كي يتعلموا لهم ممكن يرجعوا الفيديووات السابقة رايشوفوا الخدمات اللي هم بتتفصيل وكذلك الوريقات تحت هما بتدوال المرمى عني ممكن ترجعو الفيديووات السابقة رافيهم الطريقة كيفاش نديرها هنه بقيت مستمرة مع الرشي ما ديالي كاملة اني هاد الرشي ما كاملة اللي ك كتشوفو فيها خنجرات وفيها اللوريقات واني عريشات قلالين وفيها تقريبا شي ثلاثة اللوريضات اللي فيها يعني راح سهلا يعني كفي انكم كتلكم تكونوا عارفين طريقة ديال تدوال ديال المرمى ورا غدي تجيكم سهلا ان شاء الله هنه خدمتها بثلاثة اللوينات اللوان دائما فاش كتكونوا خدامين في شي فشي رشما كتعرفو فين تحتو الألوان اني الراه اللوان هما صراحة هما كل شي مني كتكوني عن تقع خدمتي رشما خدمتها مزيان وطقنتيها وكل شي ولكن مني كتجي لحطة ديال الالوان كتشوفي اللوان ما مشي تلهي اني كتلقي اللون يعني اللون ونفس ذاك اللون باش خدمتي كتلقي حدا عاوتاني خدمتي خدمتي حدا يعني كنفرق كنفرق الحطان تاعت الالوان فاش كنكون خدمة باللوان كنعرف دوك اللوينات فين كنحطهم وكيفاشنو كننسقهم وكي سبق لي قلت لكم في الفيديوهات السابقة بالنسبة للأخوات المبتدئات قبل ما تبدأ الرشما ديالها تكون لونتها يكون عندكم الملوانات كين الملوانات اللي فيهم جميع الالوان كتلوني الرشما ديالك هو اللولة بالالوان اللي عندك ومن بعد ديك السعارة كتبقيهم بسهولة ففي وبقيت نستمر مع هاد الرشما ديالي هادي كاملة احتكملتها نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي وما يكون لإعجابكم وين اللي عجبكم ديروا لي جيم وشكرا على تعليقاتكم وشكرا على دعوتكم ونبغي نشجع الأخوات المبتدئات نقول لهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى ما تحبطوش راح تشي واحد ندد معلم الإنسان اللي جاي تحبط عمه ما يدير شي حاجة في حياته نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى نتعلم ونديروا اللي عنينا وراسد ربيك يكمل بالخير وبتسير ولقاكم في فيديو آخر وشكرا لتسبوع ديالكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة